كما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شاء السوداني على توفير كل متطلبات النجاح لشركة توتال انرجي في عملها في العراق بأن لمكتب رئيس مجلس الوزراء ذكر أن السوداني استقبل بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياضة رئيس شركة توتال انرجي الفرنسية وجرت خلال لقاء مناقشة المشاريع التي تنفذه الشركة في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى الملحقة به خصوصا في قطاع الغازي المصاحب والنفط ومحطة توليد الطاقة الكربائية بالطاقة الشمسية فضلا عن إمكانية الإفادة من مياه مشاريع تحليات المياه المقرر انطلاقها في البصرة في المشاريع النفطية التي تعمل بها شركة توتال انرجي